موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجز لأهم الأنباء في هذه الدقائق الإخبارية مرحبا بكم أشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي بالنجاحات التي حققتها جامعة المهرة خلال فترة وجهزة من إنشائها وشدد على أهمية التركيز على تخصصات نوعية واستقطاب أفضل الكفاءات المبدعة أكاديميا وإداريا جذلك خلال لقائه اليوم رئيس جامعة المهرة الدكتور أنور كليشات وقيادات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة ووقف الرئيس العليمي على تطورات التي شهدتها الجامعة خلال الفترة الماضية والتدخلات الحكومية المطلوبة للوفاء بمهامها الأكاديمية في مختلف التخصصات وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس والحكومة على تعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في معركة الوعي إلى جانب الدولة العصرية التي تلبي تطلعات جميع اليمنين ضبطت قوات المنطقة العسكرية الأولى يوم أمس عددا من السجناء الفارين من أحد سجون مدينة سيئون الخميس الماضي وثمن قائد المنطقة اللواء الركن صالح محمد طيمس ثمن العملية التي جاءت بعد يومين من الحادثة ووجه بتشكيل لجنة تحقيق في مملابسات هروب السجناء من أحد السجون في مدينة سيئون والوقوف على جميع حيثيات الحادثة ومحاسبة المقصرين في مهامهم وإحالتهم للجهات المقتصة وأعرب اللواء طيمس في تصريح عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية والدور التكاملي مع جميع مكونات المجتمع في الوادي والصحراء والتي بنيت على أساس متين ورؤية موحدة لحفظ الأمن والاستقرار في مسرح عمليات المنطقة العسكرية الأولى الأمر الذي انعكس إجابا على الوضع الأمني بشكل عام قالت ندوة سياسية إن محافظة مأرب شكلت وفاقا وطنيا وسياسيا واجتماعيا نتج عنه مطارح القبائل المأربية ومن إلى جانبهم من أحرار اليمن ورجاله شرفاء وذلك من أول لحظات انقلاب الحوثي ولوهت الندوة التي أقامها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية تحت عنوان مأرب ذاكرة الوجدان الوطني بدور الأحزاب السياسية وقادتها وقبائلها الذين وحدوا موقفهم في مواجهة ميليشي الحوثي الإرهابية وأوضحت الندوة أن تجربة الوفاق السياسي للقوى الوطنية والحزبية في مأرب مثل نموذجا وطنيا ملهما أعاد الأمل لليمنيين وجعلت مأرب موطنهم الآمن وأشهدت الندوة بدور مأرب الكبير في كسر ميليشي الحوثي وإحباط مشروع الكهنوت والأطماع الإيرانية نزعت فرق مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان 867 لغما وقذيفة غير متفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الماضي كانت ميليشي الحوثي قد زرعتها بعشوائية في عدة محافظات مستهدفة من خلالها قتل أكبر عدد من اليمنين وقال مشروع مسام في تغريدة على صفحته بمنصة إكس إن فرقه نزعت منذ بداية أغسطس الجاري وحتى أمس الأول 2935 لغما وقذيفة غير متفجرة وعبوة ناسفة يشاره إلى أن ميليشي الحوثي زرعت مئات الآلاف من الألغام في عدة محافظات يمنية أدى انفجار بعضها إلى استشهاد وجرح آلاف المواطنين جلهم من النساء والأطفال في ظل استمرار التصفيات بين أجهتها اغتل مسلحون حوثيون مساء أمس عاقل سوق ذهبان في العاصمة المختطة في التصنع وقالت مصادر صحفية إن مسلحين ينتبون لميليشي الحوثي أطلقوا وابلا من الرصاص على عاقل سوق ذهبان المركزي للفواكه بصنعه أحمد محمد عائض الأسدي وأردوه قتيلا وأشارت المصادر إلى أن العاقل الأسدي كان على خلاف مع شخصيات لديها نفوذ في صنعه على خلفية السوق الذي يديره والجبايات التي يتم اقتطاعها من السوق الذي يعد واحدا من أكبر أسواق الفاكهة بصنعه صدر مساء أمس قرار جمهوري بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءة انتهاكات حقوق الإنسان لمدة عامين قابلة للتجديد وقضت المادة الأولى من القرار الجمهوري بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لمدة عامين بدءا من 23 أغسطس 2023 مع جواز تجديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري فيما نصت المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوري ونشره في الجريدة الرسمية أكدت مصادر محلي انهيار جزء من سطح الجامع الكبير التاريخي في مدينة إب نتيجة الإهمال المتعمد من قبل أوقاف المحافظة الخاضعة لميليشيا الحوثي وقال المصدر إن أجزاء من سطح الجامع الكبير مساء أمس انهار نتيجة الإهمال الذي يعاني منه الجامع الأثري التاريخي وأشارت المصادر إلى أن المكان الذي تعرض للانهيار هو سطح الجامع النساء في الجامع الكبير المعروف بالجامع العمري الذي يعود بنائه إلى عهد الخليفة الثاني عمر بن خطاب وكانت ميليشيا الحوثي أوقفت في يونيو 2021 عمليات ترميم الجامع الكبير بمدينة إب بعد سنوات من المتابعة لإنجاز الترميم بمبرر عدم التنسيق بين مكتبي الأوقاف والآثار بالمحافظة أكد وزير الصحة العامة وسكان الدكتور قاسم بحيبة على أهمية تصحيح القصور في العمل عمل البرامج الصحية وتحسين كفاءاتها والاستفادة من المنح ورفع قدرات النظام الصحي وقال بحيبة في لقاء المراجعة نصف السنوية للمشاريع المشتركة بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف إن عقد لقاءات المراجعة مع شركاء القطاع الصحي تعد من الأمور الإيجابية التي لا بد أن تقيم أو تقيم عملنا المشتركة فريق واحد وأشدد الوزير بحيبة على ضرورة العمل على إيصال الدعم والمنح إلى المستفيدين مؤكدا على ضرورة تطوير أداء المرافق الصحية وبناء نظام صحي قادر على تقديم خدماته وفقا والتمويل الذاتي دشنت مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية فروادي عمد مبادرة إماطة الأذى عن الطريق لإزالة أشجار السيسبان وغيرها من الخط العام وذلك ضمن أنشطة مشروع الحي النموذجي وتهدف الحملة التي تسامر لعدة أيام في مرحلتها الأولى إلى إزالة أشجار السيسبان من جوانب الطريق بطول حوالي 35 كيلومتر بمشاركة فاعلة من المندوبين والمتطوعين وتمثل أشجار السيسبان عائقا أمام الحركة المرورية سواء مشيا على الأقدام أو في حركة السيارات والدرجات حيث تعمل على تضييق الخط العام وتحجب الرؤية عن السائقين بما يهدد بوقوع حوالث سير وسيارات وصدامات ممتة وقد لاقت المبادر ارتياحا كبيرا في أوساط المواطنين قام صندوق النظافة والتحسين بتركيب عدد من اللوحات النوعية للزوار في محمية حوف للاهتمام بنظافة المحمية مع تزايد الإقبال عليها خلال هذه الفترة وقال مدير عام صندوق النظافة بالمحافظة محمد أحمد عوشا إن عملية التوعية تأتي ضمن إطار الجهود الرمية للحفاظ على المحمية من التهديدات البيئية نتيجة عن رمي المخلفات وعد عوشا كافة المواطنين والزوار إلى ضرورة الحفاظ على بيئة المحمية الطبيعية والتعاون مع عمال النظافة الذين يقومون بجهود يومية للحفاظ على منظرها الحضاري قال مدير صندوق النظافة والتحسين بمحافظة المهرة محمد أحمد عوشا إن المكتب قد نفذ حملة تشجير واسعة لمدرية الغيظة تجاوزت خمسة ألاف شاتلة ولا تزال مستمرة للاستكمال تشجير بقية الشوارع أشار إلى أن الصندوق قام بفتح المجال أمام المقتصين في تشكيل الشتلات بما يتناسب مع طبيعة المحافظة ورمزيتها الثقافية والشعبية دقائقنا الإخبارية في هذا المجز انتهت مشاهدنا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر